الارتفاع المستمر في معدلات التضخم السنوي لم يعد مستغربا في بلد كالعراق نظرا لما يمر به البلد من أزمات كثيرة ومعقدة على جميع الصعود وزارة التخطيط في حكومة العبادي أعلنت أن معدلات التضخم في عام 2017 ارتفعت بنسبة ثمانية من المئة في المئة عن العام 2016 ارتفاع معدل التضخم جاء بحسب الوزارة نتيجة لارتفاع قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة أربعة من المئة في المئة وارتفاع قسم السكن بنسبة اثنين ونصف بالمئة وارتفاع أسعار مجموعة الإيجار بنسبة ثمانية من المئة في المئة ورغم أن مسح الأسعار لم يشمل محافظتي الأنبار ونينوى بسبب الأوضاع الأمنية في هاتين المحافظتين إلا أن الأرقام التي أفصحت عنها الوزارة تعكس مشكلة لا يمكن التغاضي عنها فالقيمة النقدية للعملة العراقية تتراجع عاما بعد آخر والحكومة عاجزة عن إيجاد آليات للسيطرة على مستويات التضخم الذي بات يهدد بدوره مستوى الدخل الحقيقي للفرد على الرغم من اعتماد الحكومات المتعاقبة على السياسة النقدية لا مثيل لها في كل دول العالم تتمثل في هيمنتها بشكل مطلق على أسعار صرف العملة الأجنبية من خلال مزاد البنك المركزي اليومي وبحسب مؤشرات وزارة التخطيط فإن الفرد العراقي ينفق أكثر من ثلث دخله على السكن والمياه والكهرباء والغاز والثلث الآخر يتم أنفاقه على الأغذية أما المتبقي فيذهب كنفقات للنقل والملابس والصيانة أو المعدات ومع مرور الوقت يجد الفرد نفسه مضطرا لتخصيص نسب أخرى من دخله على التعليم والاتصال وأمور الترفيه لكن مشكلة التضخم في العراق تركت مؤشرات واضحة على تراجع قدرة الأفراد على الحصول على حاجاتهم الضرورية أسباب عديدة أدت إلى استمرار التضخم في اقتصاد العراق منها انخفاض معدلات الناتج المحلي الإجمالي باستثناء النفط إلى أقل من 35 مليون دولار سنويا وعدم وجود نهج اقتصادي بعيد المدى بجانب فوضى الانفاق الحكومي وإغراق السوق بالعملة وانفلات الوضع الأمني وما يرافقه من أزمات متواترة فضلا عن استشراء الفساد المالي والإداري ووجود الاقتصاد الخفي الذي لا تدخل وارداته ضمن سجلات الدولة